معنا عبر سكايب مباشرة من اسطنبول سيد نورس العرفي مدير وكالة المصدر الإخبارية أهلا بك سيد نورس نبدأ من هذا المقطع هل تأكدتم من ما ورد في هذا الفيديو وهو قيام عنصر من قصد بتعذيب مدنيين بتهمة الانتمال لتنظيم داعش شكرا زميل وسام وبالسادة مشاهدي قناة اوريانت حقيقة هذا فيديو التعذيب هذا مؤكد والخبر ربما الجديد أيضا مقتل مدنيين من اثنين اليوم في درنج جراء تفريق مظاهرة خرجت تطالب بإخراج هؤلاء المدنيين الذين اعتقلتهم قصد البارحة بتهمة انتمائهم لتنظيم الدولة طبعا من بين المعتقلين النساء قامت باعتقالهم هؤلاء الذين تقوم عناصر قصد بتعذيبهم هم من الذين تم اعتقالهم ان كان البارحة او في الاوناء الاخيرة يعني لم نستطع ان نتأكد بان هذا الفيديو قد صور ليلة امس بالاعتقالات الاخيرة لكن الفيديو مؤكد وهناك تعذيب للمعتقلين لا بل وهناك قتل للمتظاهرين وهذا ما حصل اليوم بدرنج البارحة ايضا في لشحيل كان هناك مظاهرة وجهة باطلاق الرصاص وباستنفار لعناصر قصد الوضع مزر للغاية قصد كل ما حققت ما تسميه انتصارا على تنظيم الدولة ينقلب ذلك على المدنيين الذين يسكنون بتلك المناطق فكأنها حررت كل الجيوب التي ما زال تنظيم الدولة يتمركزوا فيها ما الحل لوقف هذه الانتهاكات برأيك سيد نورس هذه الانتهاكات التي ما تزال حتى هذه اللحظة مستمرة بحق المدنيين في دير الزور طبعا الخاسر الاكبر في كل ما يجري بدير الزور هم المدنيون نعم هذه الانتهاكات وانتهاكات اخرى حقيقة الخاسر كما تفضلت المدنيون الذين يخسرون بسبب الغارات التي ينفذوا التحالف الدولية على مناطق سيطرة تنظيم الدولة في الجيب الاخير او بالنسبة للمعاملة السيئة وللكيل باكثر من مكيال بالنسبة لقسد المظاهرات التي حصلت بجديد عقادات والتي تحصل الان على ارتفاع سعر النفط على النفط السيء الذي يوزع على تفضيل ناس على حساب ناس بتوزيع النفط لحراقات على حساب اخرى الوضع مزريء الوضع سيء مهما حاولنا الوصف لا يمكن ان نصف الوضع الذي يعانيه اهالي دير الزور بسبب معاملة قسد والان هناك هجوم عليهم من تنظيم الدولة هناك استهداف لدورياتهم لكن هذا ينعكس على المدنيين وقسد تعتبر كل من يقيم بتلك المناطق اما داعشي او يتواصل مع داعش ويسهل لهم تلك العمليات فلانهم لا يستطيعون القاء القبض على من يقوم بمثل تلك الهجمات يفرغون غضبهم على هؤلاء المدنيين طيب بما انك اتيت على ذكر الاستهداف من قبل تنظيم داعش لميليشيا قسد وايضا المعارك اين وصلت المعارك شرق دير الزور تحديدا بين قسد وداعش نعم الجبهة الساخنة الآن بغير عكس المعركة الماضية الجبهة الساخنة هي هجيم تمكنت قسد من التقدم والسيطرة على اكثر من 80% من هجيم لكن تنظيم الدولة وباستخدام الانفاق استطاع ان يتقدم مرة اخرى ان يسيطر على الاحياء الشرقية للمدينة الانفاق الملغمات والسيارات المفخخة اوقفت تقدم قسد في مدينة هجين والآن نستطيع ان نقول بان المعارك توقفت عند ذلك الحد مشفى هجين تحت سيطرة قسد لكن الاحياء الشرقية الآن تحت سيطرة تنظيم الدولة تنظيم الدولة ايضا قام بفتح جبهة السوسة ليخفف على مقاتليه بهجين استخدام الانفاق استخدام السيارات الملغمة جعل قسد تتوقف منذ اكثر من ثلاثة ايام في مناطقها التي سيطرت عليها الآن نستطيع ان نقول بانها تسيطر على ما يقارب 70% من مدينة هجين لكن اليوم الاشتباكات خفيفة نعم سؤال اخير وبعجالة اذا سمحت فيما يتعلق بعمليات التشييع الجارية في محافظة دير الزور تحديدا في البوكمال وما حولها وردنا ان ميليشيات ايرانية قامت بهدم مسجد عمر بن الخطاب وتشرف عليه من اجل اعادة بناء هذا المكان لكن على شكل حسينية وليس مسجد كما كان نعم حقيقة ان حاولت التواصل مع المراسلين للتأكد من هذا الخبر لم يردني الان بسبب التأكيد بسبب سوء الانترنت لكن لو تحدثنا بالعموم بعيدا عن تفصيل هذا الخبر التشيع يسير وعلى قدم وساق صح التعبير وبتأييد من قوات النظام وبسكوت روسي شاهدنا منذ فترة اول زواج متعة معلن طبعا هذا المعلن هناك الكثير من الزيجات التي تمت بالخفاء التشيع يسير على قدم وساق وذلك باستغلال حاجة الناس الآن من يريد ان يحصل على راتب بظل انقطاع فرص العمل بظل الوضع المعيشي الصعب يجب ان ينتسب الى الميليشيات الايرانية طبعا اتحدث عن مناطق سيطرة تنظيم الدولة ينتسب الى الميليشيات الايرانية بمجرد انتسابه يخضع لدورة تقوم باعطائه المذهب الشيعي وبشكل عام المدنيون الذين يتشيعون يحصلون على كل التسهيلات عكس الذين لا يقبلون بذلك الاذان يرفع منذ اشهر بكثير من المساجد على الطريقة الشيعية او المذهب الشيعي التشيع يسير على قدم وساق وللأسف لا يوجد اي رادع امام ايران فهو بمساعدة النظام وبسكوت الروسي شكرا جزيلا لك مدير وكالة المصدر الاخبارية سيد نورس العرفي كنت معنا مباشرة عبر سكايب من اسطنبول